للناس اللي بتنشف الفيديو ده هيكون مهم جدا ليكو خليكم معانا طيب احب اشكركم على دعموكو والتعليقات الايجابية اللي انتو بتكتبوها شكرا جدا جدا ليكو من فضلكوا اعملوا لايك وسبسكرايب وشيري عشان الفيديو دي اوصل لكل الناس طبعا النهضة هنتكلم عن التمشيف وانا بعملي في التمشيف الفترة دي انا طبعا زي ما انتم معارفين نسا خارج من الجيش فالدنيا معايا بطيخ خالص حتى يعني بعدك سنة ما تتمرنش فاكيد جسم اكويع خالص فعشان كده انا اتزيت ان انا اتمرن والحمدلله في يعني في الماس الميموري عملت شغل كويس جدا جدا معايا واللي ماعرفش عنين الماس الميموري ده ان انت لما تكون مريح من التمرين وتيجي ترجع عضلاتك بتفتكر ابنتك وانت بتتمرن وكلام ده كله فتبتر تكبر معاك بشكل اسرع من الشخص الطبيعي واضحين ده بشكل مبسط كده وهحاول اشوف لكم الفيديو بتاع هحطه لكم في الاي اللي فوق هنا فانا دلوقتي داخل على مرحلة التنشيف طبعا جبتي ايه بقى زي ما انتم ما شايفين العلبة هي نقفلها بس كده بحظة يعني ايه بقى ده بريمو بلان يا جلعان مش عارف هكشاف ولا لأ ده بريمو بلان تماما فا يعني ممكن تكون حركة غريبة شوية نبتلت انا شايف بقى بريمو بلان هو من الحاجات القوية انا كنت اعمل فيديو عنه هتلقوه برضو في الاي اللي فوق هنا فباختصار ان انا بتديت ارجع للتمرين الدنيا معاك كويسة الحمد والله في حاجة معضل كويس ولكن فيه دهون كتير جدا جدا مطرح طبعا طبيعة الاكل اه الاحد ما كانش بياكل ما كانش بتمرن الدنيا كان بايزها خارس فانا ارجعت وضبط اكل الحمد والله والدنيا كان باقت كويسة يعني نوعا ما ولكن عاوزين بقى نجهز لفترة البلق اه ان احنا نوصل لحاجم جديد نرجع لحاجمنا الكلام ده كله فطبعا هبطيبين ان انا اجهز للتنشيف انا طبعا بدء اه نظام غزائي تنشيف يعني زبط اكلي من يوم واحد اتناشر انا مخلص بيش واحد اتناشر اه وهبطلق استخدمهم خمستاشر اللي جيدة ان شاء الله طبعا هستخدم بريمو متحمس جدا ان انا استخدمه انا ما اللعيبة اللي عندي استخدمته انا فعليا ما استخدمته او كنت يعني استخدمته كبس على خفيف اللي هو حاجة خفيفة لا تذكر فانا هستخدم بريمو بلاينا المرة دي مع ستنزول مع برو فيرون وكليم باترون ممكن الناس بسيكل كامل ده كتير ولكن انا متحمس لان انا اجرب السايكل ده اه هيتابع حاجة قويسة ان شاء الله هنزل فيديوهات للتمارين اه مش هنزل صوري دلوقتي هنزلها لما اخلص السايكل عشان انا اشاكل دلوقتي يجلب العار يعني مش كويس خالص بس فانا متحمس جدا اه نتكلم شو عن البريمو بلاينا البريمو بلاينا من الحاجات الكويسة جدا جدا في التنشيف مش في الضخامة عشان لو هتجيبوه للضخامة لما تجيبوهش احسن تكلفته عالية شويتين تلاتة لقلبة دي دلوقتي عاملة تقريبا الف وخمسونية من شركة تغالية مش مش رخيصة يعني لو انت هتشتدي الديكا كورس الديكا مسلا الف وخمسونية ده هتجيبلك فايلين لو زيت عالي خمسونية كمان هتجيبلك تلاتة لابا انت معاك ديكا لمدة ستاشر اسبوع الفايل ده عشرة سنتي اه ده بيبقى امبول امبولات كده في مش كده ده عشرة سنتي بتستخدم تلاتة سنتي اسبوعيا انت متخيل ان انت التكلفة انت بتتفشخ فلوس حرفيا في البتاعة ده بس انا متحمس دي بصراحة اه ابتقيت اجمع له اه يعني خلاص الكورسي هيبتدي ان شاء الله هاخد تلتمية ميلي جرام وده اقل حاجة ممكن تقدر تاخد لغاية سبعمية بدون اي مشكلة طيب حاجة خفيفة او حاجة سريعة كده اقولها لكم اولا هو ملوش تأثير على الكبد زي الحاجات التانية بمعنى ان كل الهرمولات بتاثر على الكبد ولكن ده قال لهم قال لهم هو بضرور لكن لو جينا مسلا للسترزول او انسترول بيفشخ الكبد بيخش كده بيتعبه جدا هو الديبول مسلا فلذلك ده خفيف جدا على الكبد اه بالنسبة للضغط الدم ما بيعملش اي حاجة لان هو مفيش وطر يتمشل زيرو بالنسبة لاعراض ان هو يحصل ارماطها والكلام ده كله مش موجودة مفيش ارماطها تحصل فلذلك من الحاجات الكويسة انت ممكن تاخدها فيه الناس بتاهم بيه حاجة اسمه بريج اللي هو انت مسلا في فترة ما تاخدش اي هرمون فبتبت يتاخده بحيث ان هو ما يوقعكش او حاجة اسمها توستسترون غبلسمن سيرابي اللي هو تي ارتيها وابقى هقولك ويهي دهت في فيديو تاني اه فانا ما بنصحش بديت للناس المبتدين وانا اعتبر دلوقتي مبتقد انا بقالي سنة ونص قريبا ما مسكتش ابراحت فمتحمس جدا ان انا ابدأ بيه اه مع الحاجات التانية مع ضبط الاكل مع شوية المالت فيتامين والحاجات اللي احنا متعودين عليها ديت اه برضو حاجة من الفيتامينات اللي انا باخدها لفترة ديت اه دا مالت فيتامين او نوع من عنواع البيت حاجة اسمه مليو ماكس يع SALAM ده مع فيتامين سي اه طبعا عشان المناعة فيتامين بياخد تلاتة جرام انا ممكن ناخد انا باخد له لو مفيش ولحياة ب masters او فباخد اه كل ده حاجات مصري والخيصة يعني بس وباخد تمام اه اه ده واحد جرام باخد تلاتة جرام منه وباخد يعني كامسل ومهنسل برضو كل ده حاجات مصر هتلاف اي صدلية عادي جدا 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 مع عادة طبعا يعني هو ده اللي مش هتلاف اي صدلية فالحاجات دي بدورها ان توصلك للتنشيف بشكل اسرع ففيه ناس هتقولي انت ليه بتاخد مثلا هقولك لو انت شخص عاوز تخش بطولة او اي حاجة الشخص الطبيعي مش هقدر اولا يوصل للمعدلات النشافة العالية اللي انتو بتشوفوها عشان ما حدش يتحك عليك وقولك انا طبعا ما في المية معدل النشافة الجامد او المعاكور العضلية دات متوصلش اه من غير حاجات تساعدة على حاجة دي لازم تبقى عارفينها كويس جدا سانية انت ما عندكش وقت واحد زي مثلا انا عاوز اخش حاجة قريب ان شاء الله فما فيش وقت ان انا اقعد انشف يعني لو هنشف من غير الحاجات ديت فهاخد اللسان على مالجة دول بينجزورك الدنيا في شهرين ثلاثة انا مقولش حد اخد استرويد يعني برضو ايه نبقى واضحين تماما ان انت لو هتاخد استرويد ببقى على اقتنعك الشخصي وبقى على مسؤولياتك الشخصية يعني انا معظم الناس اللي معارف بجالي بتقول لي اخدش انا عاوز اخد استرويد مقولش لحد تعالى اخد استرويد تمام ومنصحش بيه من الناس الاقل من واحد وشرين سنة برضو لازم نفهم من نقطة دية يبقى برضو انا مش دكتور فيه ناس ما تقوليش ايه انت بتقول لي الناس اعمل كزا وكزا اطلاقها انا بواعي الناس علشان لما تيجي تستخدم الحاجات دية تمام وطبعا مع الدوز العالي جوت نسيت اول حاجة مع الدوز العالي من الا او ده مش عالي يعني اطميت من الغم مش هتحتاج تست كتير برضو يعني انا اهدو امتين وخمسين ميلي برام بس انشاء اه الناس اللي بتاخد تست كتير اعمل على بطال ده غلط ده بيعمل اه بيعمل زي ايه كبح الانتاج برمون التسترون لكن ضعيف مش قول مزاد ديكة مسا ديكة لما تيجي تاخدها بتاخد حاجة ضد الارمطة زي او اي حاجة شبهو بتحتاج تسترون بكمية كبيرة شوية لان هي بتخش بتوقف الخصية انهائي ده لو مثلا بيوقف بين التعاشر في المية فانديكة بتخش في المية 80% تقوله الخصية رايحة فالحاجات ديت مش اه لازم تبقى اخد بالك او من التفاصيل الضقيقة فيها فالتسترون ميبقاش عالي لان التسترون عالي مش مش كويس ده هو بالعكس يعني كل ما اعلى التسترون كل ما اعمله هو 32 اكتر واحنا مش عاو زيله فبس دي الحاجات اللي احنا نستخدمها مش هدخل ترمبلون لان كده هيبقى كتير هيبقى اوفر وانا بقى لي فترة كتير ماخدتش وترمبلون كوي جدا اي جدعان مش اي حد يستخدمه يعني برضو عشان الناس اللي كتير استخدموا من ترمبلون مش اي حد يستخدمه اه كمان نقطة تانية وهفضل قرارة في كل فيديو الداينابول بالذات ما يتخدش الواحد من غير توسترون عشان طن ناس قيتلي عاوز استخدم الداينابول من غير توسترون وده غلق جدا تماما ان انتوا استفدتوا وان شاء الله يعني الفترة جادت همصور الحاجات مع بعض طبعا مش هصور الحالي عشان الناس كتير بطلوب الكلام ده عشان الكلام ده غلط ومش كويس يعني لما انزل على اليوتيوب ولكن انت لو دخلت بسيط على اي حاجة هتلاقي طريقة الحاجة موجودة في اي حتة يعني مش مش شرط ان انا اقولها بس واتمنى ان انتوا استفدتوا وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان عوزين بقى القناة فترة جادت ايه اه يعني توصل لكل الناس هتمنى ان انتوا تدعموني وان شاء الله يبقى فيش.